الصفات العامة للطيور والثدييات الصفات العامة للطيور تصنف الطيور من الفقاريات، وهي تتميز بصفات متنوعة مختلفة، ورغم اختلافها إلا أنها تشترك في صفات عامة، هيا لنتعرف عليها. أول هذه الصفات هي أن الطيور ريشية، بحيث يتكون هذا الريش من مادة الكرة، وهي المادة التي يتكون منها أظافر وشعر باقي الحيوانات. للريش وظائف هامة ليس فقط الطيران، بل أيضا التدفئة والحماية. ثاني تلك الصفات هي أن الطيور مجنحة، حتى من لا يستطيع الطيران منها، ولا يعتبر امتلاك أجنحة من الصفات القاصرة على الطيور، فالخفافيش مجنحة رغم أنها من الثدييات، وكذلك الحشرات تمتلك أجنحة. ثالث تلك الصفات العامة التي تتميز بها الطيور هي وجود منقار لها، والذي يتكون من عظم مغطى بمادة الكرة، والذي يستخدم في وظائف مختلفة، منها جمع الطعام والتقاطه. فشكل المنقار يختلف باختلاف طبيعة غذائه، فالصقور والبوم لديها منقير حادة لتمزيق الفريسة وأكل اللحم. أما الطيور الأخرى كالبط والإواز، فلديها منقير مفلطحة لالتقاط الطعام من الماء، وطيور أخرى كالدواج تمتلك منقير مدببة مخروطية الشكل لتساعدها على التقاط البذور. رابع تلك الصفات العامة التي تتميز بها الطيور هي أنها بيوضة، ووضع البيض ليس صفة قاصرة على الطيور، فالأسماك والزواحف والحشرات تضع بيضاً أيضاً. تتكون البيضة من قشرة صلبة من الكالسيوم، يتغذى الجنين داخل البيضة على صفار وبياض البيض. وآخر الصفات العامة التي تميز الطيور هي امتلاكها لهيكل عظمي خفيف الوزن ذي عظام مجوفة. أما عظام الصدر فملتحمة لتعطي صلابة وقوة للأجنحة التي تساعد الطيور على الطيران. أما البطريق، فيتكون هيكله العظمي من عظام ثقيلة مليئة بالنخاع، والتي لا تمكنه من الطيران. أما النعام، فيحتوي هيكلها العظمي الخاص بالأرجل على عظام ثقيلة صلبة تمكنها من الجري بقوة.